بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يمكن مظاهر الفرحة موهودة في مصر الحمد لله رب العمين ياريت أنا سابت في مكانه شريعة كبيرة جدا جدا من أهلنا وإخواتنا وشعبنا فرحانين وصعداء البطولة في السطحق نحن كمجلس إدارة مهمتنا أن نحن نحاول بقدر الإمكان نوفر لكم كل الإمكانيات مش بس كرة القدم وجميع العب الأخرى وجمان أعضاء النادي أن نحن نحاول بقدر الإمكان نوفر تطوير في كل منشئات النادي تطوير في كل العب الرياضية في النادي دعم كبير النادي الأهلي يستحق أن يكون في هذه المكانة المكانة النادي الأهلي فيها الأجياء كلها وربع هي هي اللي بتحافظ على المكانة دي أجياء اللعبين وأجهزة فنية وإدارية ومسؤولين الناس كلها بيشتغل بحب الناس كلها بيشتغل كأسرة واحدة كعيلة واحدة معاهم جماهير النادي الأهلي اللي هم دايماً بيدفعوا العجلة دي كل من ينتبه النادي الأهلي بيشتغل بحب وعشان بيشتغل بحب النادي الأهلي في هذه المكانة النادي الأهلي النهاردة كلنا فرحانين جداً عشان بطولة عايزة جداً دخلت استرجعناها بعد فترة كلنا فرحانين جداً البطولة دي كلنا سعداء بيها الناس كلها مبسوطة كجمهور مبسوط الحمد لله رب العالمين مسؤولين مبسوطين الحمد لله رب العالمين انا فرحان جداً بدا لك انا فرحان كمان عشان ولادنا اللعبين اللعيبة دي نوعيتهم كويسة واللعيبة دي مواهب جامدة جداً واللعيبة جامدة جداً كنت نفس ان هما يحققوا حاجة لنفسهم والتاريخهم يتكتب في تاريخهم عشان كده انا فرحان جداً ليهم ان هما يستحقوا النهاردة يتكتب في تاريخ كل واع فيهم انه يعني البطولة دي تكتب في تاريخه بطولة أفريقيا وبطولات كبيرة ودوري وكاس مصر ده كان ناقص الجيل ده الحمد للرب العالمين ومتحق وانا بقول لهم وانا قلت لهم الكلام ده قبل المجلس اننا أحفادك ولادك وأحفادك هيفخروا باللحظات دي وتقولوا انتوا تستحبكم ده ان انتوا أحسن مجموعة موجودة في القرى الأفريقية انتوا أحسن لعيبة موجودة في القرى الأفريقية انا ممكن مظاهر الفرحة دي انا بصراحة هم عارفين زماني اللي كلهم عارفين فانا وما قلوليش خلي بالكم ما قلوليش النهاردة في ايه انا مظاهر الفرحة قوي دي انا مش بحبها وعشان احنا دايما اللي بيفرح لازم يكون عنده حدود البطل البطل اللي بيفرح لازم يكون عنده حدود في الفرحة بتاعته الحدود اننا بكرة وده قدرنا يا جماعة قدر النادي الأهلي النادي الأهلي باسؤولية النادي الأهلي بلاعبته النادي الأهلي بجهازه التنفيذ كله قدرنا ان احنا اه بنحقق حاجات نجازات كويسة لكن ما تاخدش مني وقت كبير في الفرحة لان انت بكرة عندك حاجة مهمة بكرة عندك بطولة تانية فانت لازم من دلوقتي خلاص نقفل الحمد للرب العالمين نحمد ربنا سبحانه وتعالى ألف حمد و سبح لي كرام لان ربنا كرامنا كرام كبير جدا جدا ونعمة كبيرة جدا جدا بالبطولات دي وكمان بهنين بعشان تنقفوسي في كاس العالم من قندية بس تنزلوش عن ده انتو في ديكو تكتبوا تاريخ تاني عندك رحين تلعبوا ان شاء الله في كاس العالم من قندية مع فرقة كبيرة النادي الاهلي خلي بالكم النادي الاهلي النهاردة هو تاني فريد في العالم تحقيقا للبطولات القرية بيسمعر بس بيسبق الاهلي بس ريال مدريد بس واحنا بنقرب ولازم ده ده الاجيال كلها بتصرق بعض عشان كده مهم جدا يا رجال خلاص بكرة بكرة بنقفل الصفحة دي النهاردة خلاص نروح بيوتنا ننام بكرة في بطولة جديدة بكرة في حياة دانية بكرة في الناس هتطلبكوا ببطولات تانية انتو تقدروا تعملوا دا تقدروا تعملوا الكلام دا ولم كنتش تقدروا مكنتش احنا هنروكوا كلام دا عشان كده رجالة مرة تانية ألف ألف مغلوق وأنا متأكد النوعية اللعيبة اللي موجودة دي عارفين قيمة النادي الاهلي وعم فيه قدر النادي الاهلي وعاكيني ازاي هزبوتوا نفسيهم ونخلص خلاص من اليوم دا يخلص بكرة يوم جديد بكرة بطولة جديدة بكرة أمل جديد بكرة تاريخ جديد حق كتب وده بقت نوصل يدكم وده قدركم الساعات الجمهوركم دا اللي تشفتوه في مصر كان أنا ما حصلتش في السنين البطولة دي جاجمة من السنين اللي شفتوه مبارح في كل محافظات مصر هو دا النادي الاهلي هو دا النادي الاهلي هو دا مصر السعادة عشان كده انتم مطالبين انتم تسعدوا جمهوركم دايما مطالبين دا وانتم تقداروا تعملوا انا تاني ببشكركم جدا كمان مستر مسماني وكل التيم بتاعه مستر مسماني مستر مسماني مستر مسماني مستر مسمان مستر مسماني مستر مسماني في كل مسماني جبت توار التنطه وعادت معنى وكلمت مع Foods وكان برضو مرحب جداً بوجود المصر البيتس ومسلمات لما كلمت قلت له في ظروف صعبة وانت جاي في ظروف صعبة انت تعرف لعبة الأهل كويس وتعرف لعبة أفريقيا كويس وتعرف الملاعب في أفريقيا كويس وتعرف الجو الأفريق كويس ده كله بالنسبة لنا هسهل مهمتك لكن المهمة صعبة جداً لأن حجم النادي الأهل كبير جداً وحاجة قيمة كبيرة جداً وداخل على نهاية دوري وداخل على كمان أدوار نهائية في بطولة أفريقيا الرد الأولاني منه كان منه قال لي يا كابتل أنا جاي وعرف ده وأنا جاي عشان البطولة دي بالضبط كده قال لي أنا جاي عشان البطولة دي وجاي عشان البطولة دي وانا نشتغل في النادي الأهلي ده من نسبة لي أنا عارف قيمة الأهلي كويس جداً فأنا بشكره لإخلاصه في عمله هو الإستاف بتاعه كله إخلاصهم في العمل وإنهما بسرعة جداً اندمجوا وبقوا جزء من النادي الأهلي وبقوا بيعرفوا يعني إيه حب النادي الأهلي مش بس كلام شغل الناس بتشتغل زي ما اللعيبة بتستفيد لأنهم كلهم بيشتغلوا بحب كل واحد فيهم بيشتغل بقيمة وبحب للنادي الأهلي وهو عرفه موجود فين موجود في أي مكان النادي الأهلي هو بعد توفير الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبة ما فيش لعيب بيصنع النادي الأهلي هو اللي بيصنع اللعيبة هو اللي فضلوا على كل اللعيب من يوم ما تنشأ النادي الأهلي غدا من النهاردة من 1907 أي اسم شهرة السبب فيه النادي الأهلي مش أنا بطل الأبطال لا النادي الأهلي أي واحد مش في النادي الأهلي ما أعتقدش أنه ممكن يصل لهذا الأمر عشان كده مره داني بهنيكم وبرضه مش عايز الحقيقة أنسر مستر فيلر مدير الفن السابق ودوره في بطولة أفريقيا وبطولة الدول العام هو دان نادي الأهلي رجالة خلاص النهاردة خلاص الجازيك يا محمد أربان انت ربنا الجازيك كانوا مش عادة عليه كانوا أو إيه الزفة وبتاع أي عام إحنا في ألف مبروك يا رجالة بكرة يوم جديد بكرة يوم جديد وتاريخ جديد حي الكتب ربنا وفاقكم بإذن الله ووفقنا جميعا لخدمة جماهير وأعضاء النادي الأهلي أشكركم جدا